موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ومشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم بصوتكم راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة واللي ما يقدر يتصل بينا يقدر يدزلنا على الرقم الأخير اللي بصفة إشارة واتساب على البرنامج واتساب المخصص لبرنامج صوتكم حتى نقدر نقرأ رسالتكم بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم مشاهدين الكرام نبدي حلقة اليوم أول ملف ويانا هو ملف المتقاعدين اللي هم عبارة عن طبقة معدومة لأنه لا الحكومات فكرت بهم ولا البرلمانات اللي جدت إلى العراق وراء الاحتلال الأمريكي فكرت بهم ولهذا الشي اليوم نلقاهم اللي هم كلمة حتى ينصفوهم بحيث ظهروا المئات من المتقاعدين قدام منطقة الخضراء بوسط العاصمة العراقية بغداد اللي طالبوا بهاي التظاهرات أن يتم انصافهم المتقاعدين وانصعدوا من حراكهم أمام المنطقة الخضراء وطالبوا أن يتم تعديد سلم الرواتب وطالبوا أن ينصفوا نظير سنوات الخدمة اللي عاشقها هذا كله بسبب تكاليف المعيشة اللي بالعراق واللي صارت كلش عالية بسبب الغلاء المعيشي اللي صاير نتيجة لأدة عوامل تدني مستوى المعيشة وغلاء الأسعار بسبب انخفاض قيمة الدينار تضخم الأسعار وضعف القيمة الشرائية عند المواطن العراقي خصوصا الطبقة الفقيرة منهم خلونا نشوف خلونا نشوف موسيقى في كل بلدان العالم الناس تشتغل تتوظف مجموعة من السنوات اكو قوانين معينة لكل بلد لقانون التقاعد ورما يكمل سنوات الخدمة يدخل الى التقاعد التقاعد هو عبارة عن مكافأة نهاية خدمة الى هذا الموظف التقاعد هو عبارة عن مو مكرمة هو حق لهذا الموظف اللي خدم البلد 10 و 15 و 20 سنة واشتغل بهذا البلد هاي العقود من الزمن فمن يطلع لازم يقعد ببيته مرتاح راتب الشهري وصله وهو مرتاح لكن بالعراق الحد الأدنى ضعيف كالعادة ومثل ما عودونه القوات الحكومية كان لهم بصمة ولازم بصمتهم تكون موجودة وكلمتهم المؤتادة هي نفسها نفسها اللي شقد حيت شيرنا وياهم لكن ما غيروها له السبب اعتدوا بالضرب على المتقاعدين المتظاهرين رغم انه بيهم شي بوا بيهم كبار في السن قدام المنطقة الخضراء ببغداد اللي طالبوا بتعديل قانون التقاعد وزيادة رواتبهم هم ما طالبوا بشي فوق العادة ما طالبوا بشي هو مو حقهم هم دا يشوفون الوضع مو زيان طلعوا دا يقولك احنا وضعنا مو زيان مدى نقدر نعيش شوفوا اش سواوا ياهم هذا المتقاعد كبير في السن مريض هذا المتقاعد لازم المفروض انه احنا نحترمه نحترمه لانه عشرة وخمسطعش وعشرين سنة هو يشتغل نحترمه لانه هو اكبر من عدنا نحترمه لانه هو بعمر ابونا والامرأة منهم بعمر امنا نحترمه لانه هذا الانسان قدم خدمة الى البلد وجاي هسه يقولك الطيني بدل هاي الخدمة ما جاي دا يتجاوز ما طلع حسه يقولك انا ارده رشح واللي رشحه وهم موخوش ناس ما طلع ثب الحجي او الخال او فلان وفلان هو طلع ويقولك انا مدى اقدر اعيش انا راتبي والسلم الادنى لرواتب المتقاعدين مدى يكفيني ادكم فلوس انطوني بدل عوضوني سنوات الخدمة ليش ينضرب وانت يالي الشاي للهراوة ماتك وضربت على راسك او ضربت المتقاعد على ظهره وهو بعمر ابوك شنو كان احساسك بذيك اللحظة المتقاعدين رغم ايهانات القوات الامنية لهم اكدوا انه هم ومن زمن حكومة حيدر العبادي وعدوهم قطعة قاع وعدوهم بزيادات بس هذا الشي مجرد وعود كاذبة مثل ما هم وصفوها وما اكو اي حقيقة لهذا الشي على ارض الواقع وانه تظاهراتهم هاي تتركز بزيادة رواتب المتقاعدين وتعديل الحد الادنى للرواتب خلونا نسمع احنا نريد هسه زيادة رواتب المتقاعدين زيادة الحد الادنى اقل شي مليون يعني شل المليون شي اثروا عد احنا مئتين مليار يقول لك فائد وين الاكو عمار لا اكون فدمة فدمة للمتقاعدين ايامة السنواء مشكولين الذنب انتوا عوائلكم اذا صوتوا على الموازنة لحد يصوت على الموازنة اذا ما بيعمل حقوق المتقاعدين وهاي اخوانكم وانا هاي ناجدونكم هاي اببهادكم انت النائب ما عندك ايب النائب رئيس الوزراء ما عندك ايب ما عندك اللي قاله يقول لنا لا نريد قاع ولا نريد شي هم اللهم سلميهم ثلاث قياعين صدق مثل ما قال الكاظمي واعد وحيدر العبادي واعد ومحمد الشيع واعد يمكن كان من المفترض انه هس هما مليونرية اذا حسبنا قيمة المتر والقاع واش قد حجمها وبيش يبيعوها لانه اكو متنفذين وسياسيين ده يشترون قياعين ما شاء الله تابعة الى الدولة او تابعة الى وزارات ورح نحكي على هذا الملف بحلقتنا بعديا الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع واول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك احمد الحج يقول المتقاعدين يستحقون وقفة معهم لانهم اصحاب حق وشريحة مظلومة تعاني التهميش والاقصاء انصافهم احد الركاز الاساسية المتقاعد هوية البلد فانصاف انصاف للهوية وتحقيق لمبدأ العدالة والمساواة ريتاج تقول والله ما يستحون رجالش كبرم خلي يطلع مظاهرات على مود حقوقه حج كرم الخفاج يقول حسبنا الله نعم الوكيل على الفاسدين وعلى الحكومة الفاسدة التي تدعم الخارج وتظلم الداخل وتتسارع في تجويع المتقاعد والشعب المظلوم مشرق الدراج يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على الظالمين والفاسدين اللي دمروا الشعب والفقير والمتقاعد حسبنا الله نعم الوكيل على الظالمين أكثر شريحة مظلومة هي شريحة المتقاعدين نطالب بزيادة رواتب المتقاعدين المظلومين للعلم والاطلاع الحد الأدنى لأجور المتقاعد ما تجيب لهم 230 دولار حاليا فاتخيلوا رجال وأنا أعرف واحد بشكل شخصي خدم في الجامعات العراقية كأستاذ يحمل شهادة الدكتوراه ويحمل الدرجة العلمية الأستاذية يعني بروفيسور ويشتغل من سبعينيات القرن الماضي إلى حد دخول الاحتلال الأمريكي يعني إذا نحجع على 35 سنة هو يخدم بالجامعات وخرج أجيال راتب التقاعد اليوم 400 ألف دينار اللي هو الحد الأدنى حسبه ل400 ألف دينار جد تطلع فاتخيلوا أستاذ جامعي راتبه بهذه القيمة عبد الرزاق من بابل حياك الله عبد الرزاق حياك الله حياك الله أخوي أهلا لأستاذ حياك الله تفضل أستاذ أفل الأكورنية لحمد عدوية نعم يقول حبة فوق وحبة تحت سامحة هذه اليوم الحكومة مالتنا والقوانين اللي جاي تسنها ويالموظفيين وخصوصا شريحة المتقاعدين يعني ما تستجم ولا تطابق ويالمجهود اللي بدلوه يعني اليوم لعدنا نظام طبق أستاذ أفل يعني الطبقة الوسطية نزالت فالطبقة الوسطية اللي كانت داينمو المجتمع هالي نزالت اليوم فقيرنا فقير والغني مالتنا غني نعم هالي كارثة كارثة في المجتمع فإحنا يعني ما عدنا شو متماقول استراتيجية خاصة بدراسة الوضع للمجتمع العراقي من ناحية التملك من ناحية الوظيفة فشوفوا كلها يعني ما أقول لك بين قوسين بهربجي يعني ما كوا سياسة تنظيمية يعني أضرب لك مثال نائب بالبرلمان نائب بالبرلمان خدمته أربع سنوات في ياريسلو يشتغل بيها ياريسلو يقدم خدمة المجتمع يطلع يطلع بأربع سنوات وراسبة بالأربعين مليون أو أكثر نعم وهذا اللي قدم خدمة ثلاثين سنة يطلع براسب ميتين ألف أو أربعمائة ألف رئيس استلم شهر واحد استلم شهر واحد بالحكومات المتعاقبة بعد الثانوات يطلع بخمسين مليون وأكثر راتب يعني هذا مو عدالة هذا ظلم الظلم الشهن أخضر أحمر هو هذا الظلم لما أنت يعني ما جاي تطلح حقوق الناس اللي خدمت اللي تعبط وفوقها يشبعون دكتل ورساق والله لأنه طلعوا مطالبين بحقوقهم يا أخي هذا ما يصير هذا مو يجلي بالولاد يعني هذا شهر مثل ما تقول لونه يعجلون بالقضاء على وجودهم يعني ماكو حلول يعني بعيدة المدى حلول آنية يعني يعني مجرد سكت عين هذا ما يصير شيء المفروض إذا تنظر أخلي لك رؤية بعيدة المدى حتى على موذة عالج هذه المشاكل لأنه هذه المشاكل راح تعم عليهم يعني الصراحة التحيات إليك شكرا شكرا إليك أخ عبد الرزاق أبو عراق من الفلوجة حياك الله السلام عليكم أخويا أستاذ أثر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أثر هي هاي جللات المتقاعدين هم هش وقت احترموا الشعب العراقي حتى يحترمون المتقاعدين هاي الحكومات المتعاقبة من الفلاتة والأحد الهات هش وقت احترموا الشعب العراقي عمدوا لديهم هم لا لا العرامي لا لا المغيبين لا للشجون المظلومين دولة بيهم والحمي يا أفر واني والله خب شوية الشعب العراقي يزعل علي أنا بالنسبة للمعارضين اللي اللي طلعوا اليوم المتقاعدين لا الشغلة مو يتستاذ أفر عمي هاي قلت لكم وأقول لكم إذا ما الشعب يتوحد كل يت عمي هذولا هذولا جهدين للعبادة هذولا بالعكس يكيفون هاي المباهرات هاي بس عمي الحل الوحيد يا أستاذ أفر الشعب العراقي كله يسور يطلع يسقط هاي الحكومة هاي الحكومة عمي يا رئيس وين رايجي حيش السابع وحيش الشعب يسوي عقس منه قبل عمي ساد أفر والله الحلم هو صلع لمجموعة ويجون للحصابات المافيات يعني أنت أنت اللي مديت إيدك مديت إيدك على هذا المتقاعد ما استحيت ما أخشيت من الله سبحانه عبد وإلك مشيب هذا واني أشكرك شكرا شكرا إلك أبو عرق أبو علي من الديوانية حياك الله عليكم السلام والرحمة والإكرام تفضل أخي حبيب الكريم العزول الكهرباء المنطبة للمولقة كل شهر 50 وكل شهر الكهرباء 200 لديو وزر الكهرباء أنت جوه على الفساد جوه أنت أبو الفساد أنت رب الفساد نا 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 نعم شكرا شكرا إليك أبو علي نروح حسا إلى ملف ثاني وقضية أخرى وهي قضية المحاضرين المجانين والإداريين الموجودين بالعراق واللي عدهم أكثر من وقفة وأكثر من تظاهرة ونبدي من محافظة القادسية المحاضرين والإداريين بمدينة الديوانية بمحافظة القادسية ظهروا قدام مديرية التربية بالمحافظة وطالبوا أن يتم إنصافهم وأن يتم شمولهم بالتثبيتات والتعينات على الملاك الدائم وأن تضاف فقرة بالموازنة العامة لهاي السنة تخصهم لكونهم أنهم ما استلموا مستحقاتهم المالية حالهم حال بقية أقرانهم من الوسط ومن ما لقوا أي تقدير لجهودهم اللي قضوها بالخدمة والسنوات الطويلة وبالمجان كانت كلمتهم التالية هرجع هرجع ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 هذا الشيء نانسي قنقر 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 المصانع نانسي قنقر 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 نعم دفعنا ثمنها ضحية دمن مشاهدين الكرام صحيفة غارديان تقول أن أثار الحرب الكارثية أفقدت ثقة العراقين بالعملية الديمقراطية تحت وطأة الفضاء التي ارتكبت بعد احتلال أمريكي سنة 2013 وأكدت هذه الصحيفة بمناسبة 20 سنة على غزو العراق أنه ما مضى وقت طويل قبل أن يدرك الجميع أن حرب العراق كارثة بكل المقانيس التي توقعها الكثيرين وما مضى وقت طويل كذا قبل أن يتكد الجميع من أن الحرب إنما شأت بناء على كذبة ولم يكن لأسلحة دمار شامل أي وجود من ذلك الحين ما توقعوا ارتفاع عدد الضحايا وما زال حجم الدمار اللي لحق بالبلاد يتسأ شيئا فشيئا ولا السبب المغردين اليوم كان هناك هاشتاغ غرد أو علي اللي هو ذكر احتلال العراق وجبنا لكم بعض التغريدات رند الصفار تقول قبل 20 سنة كانت هالأيام أتعس أيام على العراقين قعدنا على انفجارات وغارات وخوف قلنا بيومها تجمعنا أو كلنا تجمعنا بيومها ببيت جدي لأن باعتقادنا إذا تشلنا السوء راح نحس بشوية أمان العراق خسر هوايب هذا اليوم والحد هاليوم دي يخسروا وكله راح ببلاش ماكوا لا تعويض ولا أكوا عيشة هنية ولا راحة بال سلسبيل الحديث يتقول قبل 20 عام قررت الولايات المتحدة أمريكية احتلال العراق بناء على كذبة أسلحة الدمار الشامل الاحتلال الذي فتح قمقم الاقتتال في بلادنا الذي لم يقفل بعد وسمحت لإيران بالتمدد واحتلال أربع عواصم عربية أياد الدليم يقول جاءوا من كل فجاج الكذب من كل قيعان الانحطاط من كل بؤر الفجور والعفن قبل 20 عاما مدججين بكل قاذرات الأرض بكل حثولات الإنسانية فكان غزو العراق لن ننسى وسنبقى نعلم الأجيال هذه المثل العليا على فمها وعند كل امتحان تبصق المثل علي السوارق يقول قد كان لي وطن أبكي لنكبته واليوم لا وطن عندي ولا سكنه كانت هذه التغريدات على هاشتاغ ذكرى احتلال العراق مشاهدين الكرام هذا كل ما موجود عندنا اليوم في حلقتنا وعندي رسالة واحدة على الواتساب شخص يقول ليش يزيدون رواتب المتقاعدين لأن الفلوس خلصت على زيادات المتقاعدين العرب اللي سووهم 750 ألف دينار عراقي توصلوا من بلدانهم هم مو بحال العراقين نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باتشرب بإذن الله في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة